مساء الثقافة والفن مشاهدين الكرام إذن اليوم الثقافية ضمن برنامج المسائية سنتحدث من خلالها عن سحر شاشة الكبيرة عني الفن السابع وإصدار سينمائي جديد في الجزائر أول فيلم رعب في الجزائر لمخرجه عمار زغاد عمار رمس الخير شكرا على قبول الدعوة رمس الخير عليكم ونشكركم على الدعوة ومس الخير لجميع المشاهدين الذين نشوفوا فينا حضر معنا اليوم باش نحكيوا على هذا المولود سينمائي الجديد سنتحدث عن الفكرة وأيضا عن مواقع عرض هذا الانتاج السينمائي الجديد لكن قبل ذلك نتابع الإعلان الترويجي أولابوندانوس ماذا هي هذا؟ قبل ذلك شون خبيين فيها باك ليلى ليلى كينا حاجة في الأقراط هذه شفت خيال تعوش تعوش في خيال هذا سمعتوا شفت خبيين فيها باك شفت خبيين فيها باك شفت خبيين فيها باك شفت خبيين فيها باك شفت خبيين فيها مهمة فيلم رعب جزائري جديد سيُعرض قريبا في القعات الجزائرية أول شيء عمر حكي لنا على فكرة إخراج فيلم رعب في الجزائرهو الأول من نوعه كما قلت نعم ، بالطبع فيلم ضرر نعم ، بوضع على هذا الفيلم ولكن ، طبعاً مجردنا لا فى نظر السيما ضررر نحن نوعه نوعه جدا فيلم الرعب فى الجزائر ولكنه بزاف المخارجين من طوال الدراما يا حكومي أحب أن نفعل هذا لكي نفريح في السينما لكن مع الإعلان عن استقبالك اليوم كان يقال ماهوش أول فيلم رعب في الجزائر كان محاولات سابقة هو كان لطالي فيلم كسي اللي داروه تعبيونا في الزاني طور زوين الشاعر نعم نعم ما فإن الفيلم هو سينما حتى نعم يمكنني نعمل المهروب سيئراني لا يوجد فيلم التلفاز صح أنت لك لأن نأشي فيلم رعب في الجزائر الذي أختار دماغ الإخراج السينماي سنعرف أيضا أنه اليوم كان رواج كبير لأفلام الرعب وأيضاً في الجزائر مع عرض فيلم إيت وأيضاً فيلم أنابل وماذا هي الأسباب الأخرى لخلاتك توجه لهذا الفيلم لهذا النوع من الأفلام لما كشوا بزاف الجزائر نسبة كبيرة من المشاهدين يعني اللي يميلوا بزاف الأفلام على الرعب ماهما احنا في الدارة نشوف الفامي والأخوتي والناس المقربين نشوفهم بزاف يميلوا الأفلام على الرعب فيهم تشويق ونحن بزافنا في الحكاية على الرعب ليس شرعب تعدم والأفلام تعدم هذه الشغلة كيف أقول لك الناس يهملون تحت الأرض هي اللي يخوفون بعد ذلك وخارجت من الحكاية تعدم القتيلة والموس طيب هذا ما يأخذنا للحديث عن السيناريو وعن القصة عن حبكة ما الذي ترتكز عليه هذه القصة؟ هي مغامرة للشباب كما ربما كنا نلاحظ في النصة الترويجية أو الفيديو ترويجية هي مغامرة الشباب يحبطوا في مغارة كي يفعلوا تصوير فيلم يحبطوا في المغارة يهملوهما في المغارة وما يلقوش المخرج وكاين أشياء التي تنوضلها في المغارة التي تجعلهم لا يخرجوا من تموه هذا كيف نكتب هذه القصة؟ ونحن نلاحظ في البرومو حتى الوجوه الممثلين التي ستقدمها من خلال هذا العمل هي وجوه أغلبهم لأول مرة هو السيناريست شوقي زايدين هو السيناريست الذي كتبه السيناريوس على الفيلم أما بالنسبة للممثلين لدينا كما حمودي دلوم يعني ممثلين فاتوا وخدموا في السينما وخدموا أفلام في التلفزيون الجزائري مام سامي عمراني هاجر سيراوي أما بالنسبة لعطاب نوسيبة ودي برايان هذه هي أول فرصة تحمل لكي يعملوا فيلم سينمائي والحق كانوا فيلم السوا لأننا كانوا في المقارب وناكنا خدموا في المقارب وناكنا نقوم بعملوا فيلم ونحن فيه ونحن فيه سيكون ممثلين مرحبا سيكون مرحبا هو تحدي كبير لك خصوصاً أنه بلك الجمهور الجزائري لا تعود على إنتاجات جزائرية في دائرة أفلام الرعب حتى العالمين ربما الأفلام الرعب دائماً تكون أمريكية نعم كان الانتاج كان الفكرة مليحة كان قلت بأكد ممنح الممثل حتى الفكرة كان فقط من الأنفذ بحشرات النوارات وكان يعملون في سيئة ويعملون فهو كان المنمثل لا يوجد المنمثل لكي نعملني لذلك تنقلنا الإمكان ولمتنقلنا التي تنقلنا لا كانوا أفلام لأن كانوا فيهم كبير حدوانين ما كنا نسن نوم وزيدان بلوس خدمنا في الابيريوت تعشتها يعني تعبر كان التلجي يصب كما في كين جبال قال ما خدمنا فيهم واحدة اللي كانوا كينين التلج تطرق مقفولهم باش تنقلنا تماما و باش دخلنا و باش خدمنا و البرد و لاكتر تقولوا دخل فيهم كانت فيها صعوبات يعني بزاف بزاف كبيرة صح ويستدع أيضا مؤثرات بصرية و صوتية بلك على من اعتمد في توفير كل هذه المؤثرات في هذا الانتاج السينمائي الجديد؟ والله اعتمد اعتمد اول حاجة وهو مع التقنيين اللي كانوا يخدمون معي والممثلين في القطية مع التقنيين كان عندي مدير تصوير شانطون هو الحلقة الأهم في اي انتاج سينمائي فيلم دورر يعني في قروط لأن هناك ضلمة لا يوجد المؤثر في دار لذلك هو الذي أعطني الوقت لقد قلت لكنا لدينا الوقت كان هو دجارة ونقلنا في الأماكن ونقلنا 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 لكي حافظوا التكست ونقلنا ونقلنا وكان مختص فيهم يعني كان يخدم يوم مع النهار لذلك ونقلنا 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 في المشروع كان كائن الحب الخدمة كنا نخدمه بركة جزء صح الإيمان بالمشروع حتى يكون عمل محترف ظاهر من هذا الفيديو أنه عمل أخذ وقت كبير واختيار ربما لزاوية تصوير للإضاءة لكن أريد العودة لفكرة الكثير من الأفلام الرعب حتى العالمية ترتبط بإما قصص واقعية تحدث في المجتمعات حتى تؤثر أكثر على المشاهد وإما تتعلق ربما لا أقول خياله إنما بأساطير حتى يعرفها المجتمع منذ سنوات وعقود هل ترتبط كذلك قصة الفيلم ببعض الأساطير التي يعرفها الجزائر ونحن في الجزائر خاصة في سنوات الأخيرة عرفنا كثير من الأساطير نتحطوا على الغول حتى في تاريخنا نعم 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 كين حمام ينطف فالنصر مستوى شخص نعم كانوا من أيضا ونحن نستطيع رؤية تقريبه من المشاهدين الجزائر ومع ذلك حوايج أفضل في أحد الأمور لدينا مكان الحوايج ليست أطدافها لم يكن تشويج لم يكن حكية الحكاية لعلاق الحقود ولم يكن مستطيع حكاية الطفلir لم يكن يكان حوايج أخرين دعونا التخليق الإطلاق هذه مفاجأة سيناريو ستكون حلم شاهدة الفيلم كان عنده الحق بدر الدين هي قصة من الخيال لكن تم توظيف بعض الأساطير في مدينة قسنطينة ما من الأماكن يعني كما عندنا قصر الباي قصر الباي معروف يعني عندنا قصر الباي حتى ما نطق جبل الوحش وغيرها ترتبط بكثير من الأساطير في قسنطينة نعم اليوم أعمار ركو في أي مرحلة نظن مع المسات الأخيرة استعداداً لعرض الفيلم وأيضاً وقتاً ما نشوفه هذا الفيلم في القاعات الجزائرية نحن الفيلم خلصنا كي غير باسكونا والفيلم محبيتش نهضر عليه ذوك عندنا البروجي هو ذوك كلش بلا بوست برود بالتورناج بكلش صافي ذوك قريب عامين وشينا محبيتش نهضر على الفيلم قولت حتى نكملوه جميلوه نعم نعم للمساعدة في الجزائر ميلي صال لكينين في الجزائر كامل يعني تم البت نتعل فيه لم تمو بلك كان من السهل إقناع هيئة مثل التي والوطني الثقافة والإعلام بتبني العمل خصوصا أنك قلت بلك الإنتاج كان على مستوى محلي على مستوى شركة إنتاج محلية في قسنطينة صحيح هي تاني كينا بسكو علا إحنا عندنا قانون في الجزائر أنا المم ديبوزيت لدوسي كينا ينكميسيون ديفيزيوناج تاع السيانسية في المنستاد الكيوتور دونك ديبوزيت لدوسي تاعي وفات الفيلم بسكو قبل ما يفوت للقاعات لازم يفوت الساعة للكوميسيون ديفيزيوناج وعطوني الفيزة وفقوا على الفيلم كي يتابق المعايير لذلك أعطوني الفيزة لكي ندروا العرض في الوصول والحق الحقيقة أن أجدت تسهيلات كبيرة من طرف الناس الذين يحكمون القاعات أجدت تسهيلات مرحبوبية أجدت تسهيلات مرحبوبية وفقوا على الفيلم وفقوا على الفيلم في الإصال تقلت أنه تم اعتماد تقنيات جديدة في إخراج هذا العمل ولكن هذا لا يشكل مشكلة في العرض في القاعات الجزائرية لأغلبها مهيئة بما يسمى الديسي بي لديسي بي لديسي بي لدي شرط الوحيد وهو يجب أن نعرضه لأنه يجب أن نعرضه لديسي بي حتى الصورة الحقيقية لا يستطيع أن يرى المشاهد يجب أن يرى كما نعمل لأنها سوف تسهيلات مرحبوبية حتى الصورة الحقيقية لديسي بي 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 وغيره في المعالجة الصورة كذلك الأمريكيين وهوليوديا بطبيعة الحال شيء معروف ومفرغ منه هل تعتقدون بأنكم أمام ريهان يقنع هذا المشاهد بعمل محترف لما لا ربما يضاهي العمال الفنية العالمية المنافسة ستكون قوية منافسة ستكون قوية هو المشاهد كما نقول خاصة المشاهد الجزائري المشاهد الجزائري يعني يمكن أن يعرف لأننا لا نحن أحد كما نقول يكون المشاهد يضع فيلم يفهم مخاطئ يقول لك هذا الفيلم يقول لك الإخارات يعرفوا الناس يعرفوا وهذه المشاهد هو اللي يقدر يحكم هو اللي يقدر يحكم على هذه هي صح لكن أعمار أنت كنت قبل قليل نحكي وفي الكواليس قتل للأسف الفيلم الجزائري ما نشقد قدرين نصدر الفيلم الجزائري للمحافة الدولية في حين نحن اليوم نستهلك الإنتاجة السينمائية الكبرى علش الفيلم الجزائري اليوم عاجز عن الخروج عن حدود الوطن وعرضه في قاعدة عالمية أو حتى في قاعدة عربية أو في بلدان الجوار نحن في الجزائري يعني السينما كانت بقوة يعني نحن من بين البلدان يعني نعطيك مثل نحن في 75 مع المخرج الخضر حامينا نحن في المنزل في المنزل يعني المنزل ليس شيء سهل يعني أي مخرج يمكن أن يأخذ المنزل يعني هذا الدليل بالذي كانت كانت إنتاجات سينمائية كانت 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 أعمال سينمائية بالنسبة لالتعبطة الفيلم نحن هنا في الجزائر لا نحن لدينا ديستريبيتر كما أدرك أنا على حساب ما راني نعرفه نعرف كين ديستريبيتر واحد في الجزائر وهو دارياد عيادين هذا هو ديستريبيتر الذي نعرفه يعني الذي نرى ديستريبيتر يعني يعني ينشط يجب في الفيلم الخارج يدعم لفيلم لذلك لذلك نحن لدينا ديستريبيتر لا نحن لدينا ديستريبيتر الذين يخرجوا الفيلم بالإضافة لبعض الهيئات العمومية مثل الوكالة الجزائرية لإشعة ثقافية أيضا تسوي قليل منتوج السينمائي الجزائري في الخارج شيء قليلا لأننا المنتوجات التي يفعل ديستريبيتر يجب أن تكون كما أقول نحن يعني 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 الشركة يعني تقول ما يجب صعب كما أقول هذا هو الكواتد والذي يتعلم على بل إذا كانت هنا في الإصال في الجزائر قدرنا بصح في الخارج كان صعوبات خصوصا أنه فيلم تذكر اليوم نظن الكثير من المخرجين الجزائريين الذين توجهوا لفيلم شباك التذاكر أو الفيلم الذي يكون عنده عائدات مادية يتوجه أكثر الأفلام التاريخية والوثائقية لماذا أنت خيرت هذا الجانب وفي رأيك هل تكسب الرهان وتتمكن من استقطاب وإعادة المشاهد الجزائري إلى القاعدة؟ أننا نحن لذلك نحن 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 لذلك يجب أن نحن نحن أن نحن لا نحن نحن لذلك أنا خدمت في الفيلم ذا ريالي زعتر وخدمت من فنانسي لذلك لذلك نحن لا ندخل لا يقوم وأن يجب أن وأن يخسر عمرها يجب ان يجب أن هناك تجلب الإنتاج كما يجب يجب أن يجب أو يجب أن يسام فم يجب وكذلك كان أمديتك وصفاته بالفعل مع مجتمع وكذلك كان هناك مجتمع ومن بعد تسوق الفيلم تسوق الفيلم هناك مشكلات لا يوجد نفس الفيلم في التسويق هناك مجتمع السوق يقول لك أنك في الناس تقولك أنا نخدم عندي أشياء فيلم ومن بعد أن أدرت الفيلم أعطي الفيلم ونسفرج في دو سالة ترويه سالة ونندخل أربعة أشياء سيبور سالة ونجد حمل الطرويج ونجد متابعة نعم كما يقولك الشيء الذي أرى كما أطلب فيها هو الإيصال الإيصال للسينما لو كان جاءت كل الولايات فيها ترويه سالة كات سال لدينا مئة سالة برك في الجزائر كنا نقدروا نبدأوا بوجه نورمال لكن أمر بألك أحلى الأفلام العالمية تتمكن من استقطاب ما يسمى بسبونسور وتحكيت على سبونسور الفيلم الجزائري ما زال ما قدرش أنه يقنع سبونسور للمشاركة في تمويل أي عمل سينمائي في رأيك هل عدم جودة أو قلة جودة الإنتاجات السينمائية اللي تخلي سبونسور ما يغامرش بضرهم لإنتاج فيلم سينمائي ويبينسير ذو كا سبونسور يمدلك المال مثل السوارد يسبونسوري في البروجي ومن بعد ذلك البروجي يتخبف تيروار لذلك لا يعمل أنا لا أقبلها ولكن بصحة أنه يسبونسوري يسبونسوري وفيلم تأكي يخرج المهارجانات يتصل على تحكيم وفي الخارج يمشي معك وكي نقطة أخرى كي ينفع كي ينفع كي ينفع كي ينفع يسبونسوري فيلم ليس ناجحين عادوا الناس يخافون عادوا يخافون وزيد حاجة ثالثة وهي التقافة تسبونسوري مع ناش في الجزائر يعني لا يمكن تفهم واحد تسبونسوري تبني له بللي يمد السوار ويخسر وهي حكاية توزيع الأرباح طريبا تسبونسوري هناك أوراق هناك قوانين هناك أمور كبيرة وهذه ما زال يعني ما زال ما زال ناشتقافه كما تقافت لكي يوجد لكي يوجد لكي يوجد لكي يوجد فيها 5 حتى تلقى حتى عشرات على بروديكتور في فيلم صح معادلة الإنتاج السينمائي بدردين في الجزائر تنقصها الكثير من الحلقات وحتى أنه في بعض البلدان حتى العربية ماليك ربما وصلوا أنه يتم تصويق الإنتاج السينمائي حتى قبل إنتاجه وتصويره وعمله وعمله في الميدان وبما الحديث كذلك على نقطة مهمة أخرى تتعلق بالأفلام السينمائية في الجزائر في فترة ما بعد الاستقلال كان الاهتمام بالأفلام الثورية بعد الأفلام الاجتماعية هل تعتقد بأن الأفلام مثلا أفلام الرعب لم تأخذ نصبها في مصار أو في مراحل تطور السينما الجزائرية ويبالك ممكن في الوقت ذلك نحن لا نقول أفلام الرعب رهيبا نحن الأفلام الرعب نعرفوها من الليزاني كارونت كين أفلام الرعب مي بالك ممكن نحن في الفترة هذه يعني كين كانت الأفلام التورية وكانوا الأفلام هذا يعني لا ننسى نحن كنا في استعمار وهذا كين استقلالنا يعني كين كنا كنا نحن نحن في السينما بل وصلت وقت وقت بدأت السينما تحركت بكاري كانوا كانوا الإصال وانتاجات بزاف وبعد وصلت الوقت وقت وقت انقاردت للسينما والسينما لم يكن خلاص ودرك هذا بدأت كما يقول كتبا بدأت تبن الحكاية للسينما لكن يجب نعتمد هذا المنتجين يعتمد يعتمد على روحهم ونطلب لإصال لإصال للسينما للسينما كما يكونوا مع بعضهم يديروا لإصال لإصال مع بعضهم الناس لإصال الذين لديهم شركات كبيرة يستطيع تعمل ونطلب الناس الذين يعملون لا 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 يستطيع لإصال لإصال الناس 100% فملاب الثقافة تصويقه يجب أن أمر في الباليبيا فهو مرحباً موضوع أكثر على الاتصال هذا هو كيف يساعد ثقافة التصويق؟ الناس كل تشارك مدير التقافي التقافي التشارك العامات كل تشارك في الحكاية في الصينيما لا يجب أن نرى جهة واحدة ونبقى سنة ونقعدون بطيني وفي البلاسة بالإضافة أيضا للمبدعين من المفروض المبدع الجزائري أيضا يتحرك لإخراج سينما الجزائري ولكن قبل أسابيع قدرنا ملف عن غياب سينما الجزائري عن المهرجانات العربية وكاين النقاد قالوا أنه ما عندناش مبدعين جزائريين حان الوقت لفتح المجال للمبدعين شباب في رأيك صح ما عندناش مخرجين وتقنيين في الجزائر لا 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 كاين أتأكد من شيء الذي سأخذر به كاين الجنة للمدارين وتقاربين تقاربين وتقاربين وتقاربين ترى الإمارات وراءات وراءات العملية كاينين عندنا عمام تقنيين يقولون تقنيين لا نحن للمدارين ومجال تقنيين تقاربين في الخارج عندنا تقنيين هنا في الجزائر الذين يعرف خدمته غير من واحد الذين سوف يتبع خمس سنين في الخارج لماذا مخرج الجزائر اليوم يستطيع أن يتبع أي فيلم يذهب لتونس لأن الفيزيون لا يتبع كل واحد كيف يتبع الاسم وكيف يتبع بالتطبيق كما أنا نظرك على روحي يأتي لي واحد يقول لي أنا ديوبي لا يقول له ما قلت لك أو ما قلت لك 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 ترى أن هناك ناس قويين لا يتبع على الاسم وأنا أكثر نقطة مهمة جدا وهو أنا التقني كين تقنيين اللي وين يحب يخدم باسكو يعرف خدمته يقول أن نخدم وكين تقنيين يحب الخدمة أنا جو بريفار التقني اللي يحب الخدمات باسكو تلقاه يبحث تلقاه يصهر تلقى في العصر هذا كأنترنت كين أنترنت يعني ما ما دارش بصح يروح في أنترنت يلقى كل شيء تلقى الرياليزة تلقى التكنيسيين تقرأ على أي تكنيك تحبها يعني واحد يكون بركة عنده إرادة بركة بشي يحب يوصل للحاجات هذا كأبراك هذا هو تحكيت بأيك على نقطة مهمة اليوم نرى الكثير من الأفلام القصيرة يتم عرضها على اليوتيوب هل فرأيك لأنه لم يكن منتج لم يكن منتجين يأخذ بيد أولئك المخرجين أم هو اختيار من طرف هؤلاء هؤلاء أيها المختلفة هناك الكائن يعملون وهم يتصلون إلى أنه بشاركة إنتاج لما يتصلون إلى أن نجل وانتك تجور نقول لنقصة انتجت بصحوين نبيعه أي شيء ما منتك تجور عمل منيح بصحوين نبيعه ونفوته تسمى تجور نرجع المشكلة يقول لك المشكلة تعتوزيع أنا عندي صديق ساعي بروديكتر يقوم بمطريال يقول يقدر ينتج هو بعد منتج عنده كل شيء يقول يقدر ننتج أفلام ليس فيلم مشكلة التوزيع تجور نرجع للسينما نرجع للتوزن للدستربيتر هذا هو المشكلة على نظرك لكي الناس يسن في الدعم وكي الناس لا يسن في الدعم هو يخدم بصحة بعد يبيع برك نحن المشكلة على نتع البيع نحن دكارنا حاصلين في الحكاية على دستربيتر طيب المشكلة المشكلة ربما في إيرادة رسمية من قبل وزارة الثقافة من أجل دعم المنتجين الجزائرين المحليين أم أنه الإشكال هو في المبادرة في مبادرة المنتج في مبادرة كاتب السيناريو في مبادرة ربما المخرج في حد ذاته أي نيك من الإشكال في إعادة إحياء سوق سينما في الجزائر وإيجاد موزعين لهذا العمل هي الإشكال وليس غير في المنتج أو المخرج أو في الدستربيتر هذا يجب أن يشترك في كل هذه الحكاية صحيح وزارة الثقافة لديها تساهم لديها تسهيلات لديها لديها تساهم والمنتج لديه خدمته لذلك هذه الحكاية سنشارك فيها بكل طيب اليوم أنت غمرت وليوم أخرجت هذا العمل السينمائي الذي سيشهد أو سيخرج الضوء في الأيام القليلة القادمة ما الذي يجب على أمثالك ربما عمله من أجل إخراج أعمال سينمائي أخرى أنا أول حاجة نقولها لك وهو أنا مش هذا هو كما يقولك الإنتاج الأول ديجا قدرت إنتاج خدمت فيه كمبروديكتر مع رياليزاتر ماروكا إنتاجت فيلم فيلم فيكسيون نفس الحكاية بصوارتي وخدمت الفيلم هذا وكملناه ودخلنا على بوست بارود وكملنا كل شيء في تيار وارمخبين لماذا؟ هذه الحاجة الأولى نفس المشكلة التي نتحدث عنها هي تحديثة 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 أنا كأنا أمور لا أستطيع تحديثة لماذا؟ لدي فيلم دوكيمنتر أمور 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 مئة فرنك ومن بعد كملت الفيلم حتى أخبرت هذا الشيء الذي أخبرته لا يمكنني أن أخبرني أن أخبرت الفيلم وليس أخبرني أخبرني أن الإنسان يفشل ولكن يكون هناك خلاف يأخذ الفيلم ومن بعد ذلك الفيلم لا ينجح ويأخذها في تياروار لا يزال يدور للسينيما هذا الذي يجعل معظم المخرجين الجزائرين يتوقفوا عن الإنتاج هذه الخسارة يجب أن تصرف الخطرة الأولى تخسروا الثانية والثالثة وهذا مالكة راح تسأل ولو أنه هناك العديد من تلفزيونات الخاصة وحتى المؤسسة العمومية نشاهد في الكثير من الأفلام ربما المنتجة في الستينيات في السبعينيات ولا نشاهد أفلام حديثة وجديدة للمبدعين للجزائريين ولما لا هذه المؤسسة تشتري هذا هو عرد المسؤولين أيضا ينسقسوهم على مشاكل المنتجين يقول لك المخرج أيضا والمنتج لازم يحوس على بلك حلقات أخرى لتوزيع العمل تاعه لأن المخرجين والمنتجين الجزائريين تعودوا على ثقافة الدعم بين القوسين نعم هذا هو صديقات أخرى كائن منتجين كائن منتجين يجب أن يعملون كائن منتجين كائن منتجين كائن منتجين كائن منتجين وكائن منتجين لذلك يجب أن يعملون خصوصا أنه مكلف جدا يجب أن يتجين الجهة لكي يدعمه وكائن منتجين كائن من الدولة تمد وكائن منتجين العملية تكون في إمضاءه أو تمضي العقد منذ البداية صح بلاك يا عمار أحبت تحدث على نقطة مهمة أيضا بضر الدين التي هي بعد عام ونص على استحداث استوديو للتصوير الأفلام السينمائية في العشور وأيضا استوديو مصطفى حجاج اليوم يقولوا أنه المخرجين الجزائرين ما يروحوش إلى هذه الاستوديوهات يفضلوا أنهم يصوروا خارج الوطن في رأيك أنت كمخرج وكمنتج على شو؟ بلاك المخرج والمنتج الجزائري يروح خارج الوطن عوض العمل في الأستوديوهات الجزائرية هي بوم كين فئة من المنتجين وين كما قلت القبيل يخدموا بالاسم باركزمبل نروح أنا ندل إطالوناج سي عن جون لوين جون لوين عنده عشرين في المقاريه يدل إطالوناج بلاك حتى مع لباليش أنا نورمال ويسلك يدي صوار كثيرة يعني وعندنا هنا في الجزائرين كما قلت قلت بالقاسم حجاج عنده تقنيين اللي يديروا ليطالوناج ويديروا الميكساج يديروا كل شيء تقنيين في القمة صح وإحنا تحدثنا معه من خلال هذا الفضاء وقلل مخرجي الجزائريين هما اللي مراهم الشريجو هذا نحنت لك بين قوصين بارك حكاية على الاستوديو كما بالقاسم حجاج على بل بل عندهم استوديو يدير فيها لطالوناجه يدير فيها كل شيء يعني لا يأتيون إذاً للبايش ممكن أجل يتبعونهم الاراضان يخاف منه وخاص ومعبارة بالقاسم الحجاج وفي فرنسا يتبعون ان هذا اخترار ومن ذلك حتى لا ترى الكاليته الخدمة أنظر الكاليته الخدمه بالقاسم حجاج يعني يعني عمل يعني يدير عمل في القمة يعني منيحه يلبس به صح كما قلت لأنه كائنا الكثير من المبدعين الجزائرين نالعبوبين اللي فعلا يستنعوا فقط واحد يصلت عليهم الضوء وإن شاء الله هذا نشوفوها في المستقبل قريب إن شاء الله إن شاء الله نشوفو أيضا فيلم ميم أو أم بالفرنسية قريبا في القاعات إن شاء الله ونرجع لك قلت لي عندها دك صفي عمونس من اللي دارون أستوديو في العاشر لالستوديو اللي دارون في العاشر ديجارة من جا خدموا فيهم صح؟ خدموا فيهم وبن باديس ونزيد للأzo عن المعلومة يعني أما تناولون ما والغاشم لا يس realm يأتي بالقرار شاهييناز محمدي أنا كان هناك شيء على البالي بي على البالي بالنسبة للمشاهدة هي ديجا نهار دارو دي فورماسيون لا دارو تعلو 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 ناج دارو دي فورماسيون هي كانت قادرة تزوج عباد تبعت من الخارج هي جابت من الخارج وفورمات العشارات يعني من الناس هنا في الجزائر اللي دارو لتعلو ناج كاينين وهذه هي سياسة من المفروض يعني للمكالات موجودة يعني تكسحة كاينين تقنيين بداوا يبانوا تقنيين بداوا يبانوا لستوديو بداوا يبانوا لرياليزات لبروديكتور إن شاء الله تكون بادرة خيرة على كل ليلة على السينما الجزائرية إن شاء الله إن شاء الله ثمار هذه المبادرة نشوفها أيضا من خلال أعمال سينمائية جديدة وتكون محترفة وتسوق لصورة الجزائر شكرا جزيلا عمار زغاد إن شاء الله نشوفوا الفيلم قريب في القاعد الجزائرية شكرا على قبول الدعوة وبتوفيق في المشاريع المستقبلية شكرا جزيلا